فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار الآن مع سنن التلمزي كتاب سفة القيامة نعم رأى المصنف سنديهين عن محمد بن كعب الكورادي أعلم أنه هل أخذنا هذا الحديث نحن لا ما أخذناه نفس الإسناد الماضي نعم عما حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله هنا جهالة من حدثه من الذي حدثه نعم هنا تابعي يروع عن تابعي لكن من هو الجهالة هنا الجهالة هنا تضر بالسند جهالة التابعي حتى لو كان من كبار التابعين قد تضر وقد نقول تمر حسب الراوء عنه نعم إنه لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع مصعب بن عميس رضي الله عنه أرضاه السؤال حاضرة يا أستاذة مشتاقر ربك طيب اسمحيلي سأجيب نعم أنا تذكرت سؤالك لخالاتك أو بنت خالاتك اسمحيلي بس بعد الدرس سأجيب إن شاء الله أعتذر على أنني لم أسار في الإجابة بعد الدرس قال كنا إنه لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة كيف من يحسب أنك تنويس هو أنا استغفر الله يا أنيس استغفر الله هم يقدرونك ويعلمون قدرك وفضلك أيها الراقي السامي أبشر خير هنا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على مصعب مصعب يلبس ثوبا مرقوعا بفرو بكى الذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غاد أحدكم في حلة وراح في حلة أو تغير السياب الكثير هو الآن ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة وهذا سيق سيق إنكار هذا السياق سياق إنكار قالوا يا رسول الله نحن يوم إذن خير مننا اليوم نتفرأ للعبادة يعني لو كنا كما تقول هذا أدبك الراقي بزاق الله خير نتفرأ العبادة ونكفي ونكفى المؤنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتم اليوم خير منكم يوم إذن لأنتم اليوم خير منكم يوم إذن وقال التلميذي هذا حديث حسن وغريب والحق كما قلت فيه فيه رأو مجهول نعم كان الله فعلا قال ويزيد بن زياد هو ابن ميسرة وهو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عنه عن الزهري وروا عنه وكيع ومروان بن عام كل الحق الإسناد استقاط لك الإسناد الذي فيه هو هو جهالة من روى عنه محمد بن كعب القراضي نعم يقول بأن كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أن العالم يعني يحتفي به الطلبة ويجلس معهم وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يجلس مع أصحابه حتى في الفجر كان يصلي ويجلس ويجلسون ثم يتحدثون ما كانوا يفعلون بأنهم يجعلون أصناما من التمر ومن العجوة في الليل يعبدونها وفي الليل في النهار يعبدونها وفي الليل يأكلونها وكانوا يضحكون اللهم أمين رد الله فكانوا يفعلون ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لا يزيد عنه يبتسم وهم يضحكون ويتميلون مع النبي صلى الله عليه وسلم على مكان يفعلون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجلس مع أصحابه فقالوا إنا لجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع مصعب ابن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرق بردة واحدة قلنا المسألة الأولى مسألة التواضع النبي والسلام وجلوس النبي مع الصحابة الكرام حوله دخول مصعب بن عمير ومصعب بن عمير لتعلم من مصعب بن عمير ولما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله نرضاه كانت النساء تتحدث بعطره كانوا إذا مر علمنا النساء أن الذي يمر هو مصعب بن عمير وعرفونه بعطره من أهل مكة جميعا ثم دعب الإمام بشاشة أو بشاشة الإمام دعبت القلب وأعمقت ونقشت واستقرت في القلب باعت دنيا بأسرها باعت دنيا بأسرها ثم ذهب فكان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومن أعظم ما فعل موسع برد المرضى يعني شاطر أهل الأنصار أسلموا على داي كفى كفى بخيرية موسع بن عمير أنه أسلم على دايه سعد النمعاز سعد النمعاز الذي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه لربه جل في أولا سعد النمعاز لما جاء عليه فواجده يقرأ القرآن على عبدالابن رواحة ومعه آخر فقال سعد النمعاز يا هذا لا تغشان مجالسنا كن في مكانك ومن أحب أن يسمع لك يذهب إليك هنا كلام أيضا المنصفين يعني لم يكن ظالما ولم يكن جاحدا ولم يكن منتقسا قال يا هذا من أرادك منا يأتيك فكن في مكانك فقال له أو غير ذلك انظر هنا وهو جيد سيد المدينة سيد الأنصار قال له أو غير ذلك قال له ما ذلك يعني إيش هو غير ذلك ماذا تريد قال له أن تجلس فتستمع فإن أعجبك الحمد لله هذا الملعد وإلا فعن ما تأمر أنت به وكان مؤدبا مهذبا مصعب وكان الله قد أطلق لسانه ليجعله سببا رئيسا في إسلام سعد بن معاذ فجلس سعد بن معاذ فسمع القرآن فدخل الإمام في قلبه سريعا فقال له سعد بن معاذ بعدما أسلم قبل أن يستمع قال له أنصفت فجلس فاستمع فدخل الإسلام فذهب إلى قومي فأسلموا جميعا خلفهم فانظروا كيف فضل مصعب في هذا الباب مصعب ترك الدنيا وطلقها وزهد فيها من أجل ربه جل في علا فكان الأمر على خير وفي خير والخير كل الخير كان فيه الخير كل الخير في ذلك رضي الله عنه وأرضاه فأنت مؤدب مهزب ليس فيك ذلك فرأه النبي صلى الله عليه وسلم رأه بعد بعد الترفيه الذي كان فيه بعد النعيم الذي كان فيه ماذا رأى منه رأاه النبي صلى الله عليه وسلم بثوب مرقوع عليه بردة مرقوع بثرب فلما رأاه بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى على حالي طبعا لأنه كان منعما في أهله كان مكرما كان النساء كنا يعلمنا من مصعب عندما يمر من عطره فلذلك قال الرأو يقول فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن بن طالب بكى لذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم لكنه كان في عزة وكان في رفعة مصعب بن عمير كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في غزة وحد قالوا قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم كم له عند الله كم له عند الله لم يعجل له أي طيبات من الطيبات حتى في كفنه كفنه في بردة أو في قميس إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا الرجل بدت رأسه فأتوا بالعشب على رجله من أجل إكمال كفن نصعب بن عمير يا الله عنه ورضاه وكم له عند الله جل فعلا هكذا كان الصحابة طلقوا الدنيا صدقا لله جل فعلا فقبلها منهم الله جل فعلا لأن هذه تعاقد هذا بيع وتعاقد تعاقد قال الله تعالى إن الله اشترى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجن فلذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف بكم إذا غدا يتكلم هنا هذه من معجزات من علامات النبوة معجزة لأنه أخبر بالغيب والقاعدة العامة عند هذه العقاعد كل إخبار بالغيوب علامة من علامات النبوة كل إخبار بالغيوب علامة من علامات النبوة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة ثوب نظيف رداء وإزار إذا غدا في حلة وراح في حلة الآن يمكن التغيير في كل وقت وسع الله على المسلمين قال إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين ذي صحفة ورفعت أخرى ونحن قريبا تكلمنا أنهم كانوا يكتفون بطمرة واحدة في اليوم رضي الله عنهم أرضاه في الشطر الأول صباحا الشطر الثاني مساء ويمصون النوى ليلا نعم قال وضعت بين أديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم طبعا هنا وضعت صحفة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمر الشهر والشهران لا يقض في بيته نار بأبه وأمه النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ومن شوقه للحم لما وجد البرم على النار أفطر وقال أفطرت هاتي الطعام فلما وضعت الزيت والخل قال ما هذا ألم أرى البرم على النار أفطر من أجل هذا والنبي كان يحب اللحم شوف الغرض المقصود يمر الشهر والشهران على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقض نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم إلا الأسودان التمر والماء لذلك اختارهم الله جل في علاه اختيارا تاما لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين دي صحفة ورفعت أخرى دلالة على التوسعة عليهم وسترتم بيوتكم كما تستقل الكعبة هنا الحق أن السياق السياق إلى الآن لا يثبت إنكارا بل هو إخبار بما سيكون من الفتح بما يكون من التوسعة بما يكون من الخيرات التي تكون لهم بعدما زاهدوا يعني السمر يهدبها أحدهم قال رح في حلة ودأ في حلة ودأت الصحفة نعم قال وسترتم بيوتكم كما تستقل الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خيص منا اليوم يعني لو في هذا لو كنا في هذا بأننا نلبس حلة ونخلع حلة وتأتي الصحفة ونأكل بصحفة أخرى وستر بيت بالستائر يعني قالوا نحن اليوم خير لأننا كفينا شوفوا ما علّلوا هنا الآن خير من اليوم نتفرغ للعبادة لأننا لا ننشغل برزق ولا بمال ولا بطعام ولا بشراب انتهينا ونكفى المؤنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتم اليوم خير منكم يومئذ لأنتم اليوم خير منكم يومئذ شوفوا الكلام واضح جدا جلي أنتم في هذا اليوم لأنتم اليوم خير منكم يومئذ يعني أنت اليوم معي خير عندما تفتح الدنيا لما لأمور كثيرة الأمر الأول أنتم اليوم تبتلون فتصبرون وبالصبر درجات العلا إنما يوفى الصابرون أجوان بغير حساب أنتم معي زهدتم في الدنيا تركتموها تلقتموها لله ومن ترك لله شايا أعطاه وفوقه المزيد تركتم الدنيا أخذتم الآخرة ورد الله عليكم أموالكم وأنفسكم في الجنة ومن لككم ما في الجنة ومن لككم ما في الجنة انظر هنا في هذا الباب كيف فعل الله بعباده وكيف من الله عليهم من عظيمة في هذا الباب قال وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يوم إذن خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنى فقال رسول الله لا لأنتم اليوم خير منكم يوم إذن أيضا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف الصحبة شرف بيع النفس من أجل الفدة للرسول الله فداك أبي وأمي وطلح يقول يا رسول الله ارفع رأسك يقول اخفض رأسك فلا فلا تأتيك يأتيك سام من سام القوم فقال وكان يسد قال بيده هكذا يسد السيف عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده لما جاء باكر وعمل قال دونكم صاحبكم فقد أوجب أوجب الجنة بما فعل صدقوا الله فصدقهم الله أنزل الله فيهم قرآن اليوم القيامة من المؤمنين الرجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قد نحبه ومنهم من ينتظر وقال الله عنهم اتجاوكم من فوقهم ونأسفلونكم أزاغة الأبصار وبرغة القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك أبتلوا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا شوفوا هنا بعدها قال ماذا قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أما في التوسعة المسألة أقل وفي التوسعة الإيمان يعني يخف وفي التوسعة يميل المرء للدعى والسرور وأيضا يركنوا إلى الدنيا وركونوا إلى الدنيا مهلكة ليست بعدها مهلكة وطول الأمل وغير ذلك وليس بينهم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الفقه من كنت في درس علم والوارب هنا وارب موسع تجلسين إلى أن تهي المجلس وأن تصلي هذا الأفضل لك قال لأنتم اليوم خير منكم يومئذ يعني أنتم اليوم معي في الزهد وفي باية النفس الحق لله للفعلاء وأيضا في طلب الأخيرة دون الدنيا وعلمتم أن الدنيا مرحلة يعني معبرة وليست مستقرا فلكم في هذا الباب الله أكبر بل هو لابد أن يقال فضل الصحبة فضل المتابعة فضل الصدق فضل السبق فضل السبق يساوي الدرجات العلاء يكون بذلك في منزلة في منزلة النبي في الدوس الأعلى اللهم استعان اللهم استعان وما اختارهم الله جل في علاء لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم إلا على عين عندهم استنعهم الله جل في علاء نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاجعلهم فاستفاهوا للنبوة ورسالته ونظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاستفاههم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا نصر الدينه رحمك ربي رحمك نعم الله منك تعلم أننا نحبهم ويعلم الله جل في علاء كم لهم في القلوب من محبة ونسأل الله جل في علاء أن يجعلنا من ناصريهم وأن يجعلنا من مرافقيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الععلى اللهم أمين رب العالمين في قوله وَاسْتَرْتُمْ بِيُوتَكُمْ كَمَا تُصْطَرْ الكَعْبَةٍ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنتم خير منكم يومئذ بيّن أن السياق أيضا سياق ذنب ليس سياق متح أو سياق إقرار يعني على الأقل يكون خلاف الأولى لكن في قوله استَتَرْتُمْ كَسْطَرْ الكَعْبَةِ فيها دلالة على عدم جواز وإن كان قد ورد الأم الأربعة يقولون بأنها بأنها على الكراهة والظاهرية يرون أنها على الوجوب لكن ورد أن عائشة سترت وأن فاطمة سترت ولما سترت بستر فيه صور أنكر النبي لا على الستر لكن أنكر على القرام الذي فيه التصوير قال أميتي عنا قرامك هذا أميتي عنا قرامك هذا الهاني آنفا في الصلاة فكان للصور نعم فالصحيح أن نقول لا يسطر إلا المنافذ حتى ما يكون مثل الكعبة حتى لا يكون مثل الكعبة فهذه مشكلة كبيرة بأنه يتشبه في الستر بالكعبة ستر الجدران كان الكعبة فقط فإذن بيّن أن نبيت السلام كراهية ذلك أيوب لما دخل على ابن عمر وكان في عرس له فوجد الجدران قد سترت قال له ما هذا يا ابن عمر وابن عمر كان رجلا من الأثر بمكان قالوا يا ابن عمر ما هذا كيف تستر الجدران وتعلم من الأسلام نهى عنها قال يا ابن عمر ما هذا قال غلب علينا النساء فرجع أبو أيوب وما دخل رجع أبو أيوب وما دخل فالاستطار التي نراها نحن عندنا في بيوتاتنا كلها على الكراهة ويغفر الله لنا والأصل أن الستر الذي يجوز هو ستر ستر المنافس فقط لا ينزل عنه لا يزيد عنه لا يزيد عنه نصد الله جلالي فعلها أن يستعملنا ولا يستبدلنا ويعلم الله جلالي فعلها كيف وكم نحب هؤلاء القوم ولا نعيش مع غيرهم بل نعيش معهم الفواد المستنبطة زنة المرء بحسن خلقه زنة المرء بحسن خلقه لا إنكار على التوسعة ولكن إنكار على عدم الشكر عليها والخوف من أن تكون ملهات للعبد قد استدلوا بها على أن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر لأن هذه الحالة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا